من العزاب عم بشوفك تبني امال بالفترة الماضية كنت سعيد في فترة من الفترات وحاب انك ترجع هاي السعادة لحياتك عم بتحاول بكل العم بشوف طاقة بعد عندك بالفترة الماضية كنت تفكر بالبعد اما عن اشخاص او عن الجو المحيط واك انك مليت من الوحدة فناوي تغير في هذا الموضوع عم بشوفك بتدخل حفلات واجتماعات يعني تحاول تندمج ممكن النية تكون عشان تلاقي ارتباط او تلاقي شخص او تكوين حتى صداقات جديدة مبين عندي فيه شخص ممكن يكون جديد عم يكون عنده فيه كتير طيبة ممكن يكون ناري او مائي او لا ناري او هوائي هذا الشخص ما عم يكون كتير غني لكن عنده ثقافة بشكل مش طبيعي عنده حكمة في المواضيع بكافح طموح هذا الشخص عم يبني حياته من الصفر ويمكن انت بتساعده او رح تساعده في الموضوع شخص عم بتطلع عليك من فترة انت عاجبه لكن عم بيكون نفسه او عم بيحاول يخلق اول شي صداقة بيناتكم لكنه شخص طيب للغاية ممكن يكون شخص شوي كبير بالسن يمكن الحكمة جاي من هذا الموضوع لانه كبير شوي بالسن مر بكتير تجارب وطالع من تجربة من فترة فعم بيحاول يلاقي فيك مش البديل خلص انه مل كتير من العلاقات ومل من الخضلان فناوي على ارتباط هذا الشخص يعني مش بس على حب لانه من النوع من الاشخاص اللي كل ما يدخل علاقة بيكون ناوي على جدية هو شخص جد كتير سيريس في الحياة فعم بيكون شخص كتير حلو لبرج الميزان لان اذا طلع لك هذا الشخص خاصة من برج هوائي بتمنى انه يعني توافق او تمشي في هاي العلاقة انها تكون راح تكون الخير لالك فيها فيها مستقبل فيها توديعي يعني هذا الشخص راح يفرحك كتير وكأنه عم بيكون هو فارس احلامك لكن راح ازعل كتير منكم لو ما قبلتوا في هذا الشخص او فكرتوا بس بالمادة اذا بشرة حلوة يعني ورق حلو للعزاب للعزاب اللي ما عندهم ابدا حدا في حياتهم او حدا عم يستنوا خلينا نشوف المتزوجين والمرطبطين اللي مش منفصلين من برج الميزان ان شاء الله يكون حلو نشوف امرأة كبيرة بالعمر وكأنك عم بتكون معاها مش على وفاق لكن ما في هديك المشاكل الكبيرة يعني عم بيكون في مصالحة عم بيكون في مصالحة مع هذا الشخص اذا للمتزوجين في بشرة حمل ممكن تكون او في حمل من الاصل وعم يمشي على خير هذا الموضوع في نوع من العدل والميزان رح يكون في فترة تموز لبرج الميزان هذا الكرت الثاني اللي بيطلع معي اللي هو يعني كرت العدل اللي هو تاخد حقك من بعد من سلب منك هذا الحق للمتزوجين عم بتقول خلص طفح الكيل عم ترسم العلاقة اللي انت بدك اياها في الزواج واكنه مجرى العلاقة ما كان كتير يعجبك لكن حم بشوف في فرح وفي سعادة في اكتر من كرت للمتزوجين اذا ورق حلو كتير للمتزوجين نشوف المرتبطين اللي هم مش متزوجين ومش منفصلين لبرج الميزان اذا لشهر تموز يوليو بالنسبة للمرتبطين ان شاء الله يكون في علاقة جدية في الطريق نشوف بالنسبة للمشاعر في حب حقيقي من الطرف الآخر في اندفاع نحوك في اشياء بتجذبه فيك ما شافها بناس من قبل او في علاقاته القديمة بشوفك عم بتكب شغلة ورا ظهرك وتتبنى الجديد وتكون مع الشخص الحالي كتير رزين وكتير بتوزن الأمور وكأنك اتعلمت من أخطائك القديمة وعم بتطبقها في علاقتك الجديدة عم بشوفك كتير سعيد وخاصة المرأة من هذا البرج من الميزان عم بيكون في نوع من السعادة في ربيع حوليها يعني في بشائر في أشياء حلوة ممكن يكون في سفر إما للشريك أو انتوا مع بعض في انتقال مكان عم بشوف الشريك عم بيخطط بس بتمنشوف لشو عم بيخطط إن شاء الله تكون خطة حلوة يعني يكون فيه ارتباط ممكن يكون فيه فرصة ارتباط كبيرة ولكن عم بتكون متسرع وكأنك بدك تتزوج وخلص يعني نتيجة عن الملل مش نتيجة عن الحب لكن فيه سعادة فيه فرح في نهاية هاي العلاقة رح يكون من بعد التعب ومن بعد ممكن يكون فيه علاقة ثلاثية انت عم تخلص من هاي التقاط وتمشي لقدام مع الشريك في خطوات ثابتة لبرج الميزان خلينا نشوف مثلا اللي هم المنفصلين تعبانين شوي من الانفصال نشوف في رجعة هذا الشهر وقديش نسبة الرجعة وكيف عم بيفكر فينا الحبيب الشخص اللي تاركينه والله مشغول شوي في طرف الآخر حاسس بحيبة أمل ممكن القراءة تكون عكسية نغدر من كتير من الأشخاص على مستوى العمل ممكن يكون والعاطفة يعني لأنه مبين كتير فيه جروحات عم بيعاني منها أو عم بيحاول استشفاء منها الشريك عم بيكون فيه حوالي مشاكل ومنغصات يمكن الشريك يكون مدمن ممكن يكون مدمن وعم بيخطط أنه يطلع من هذا الإدمان وكأنه الإدمان كان من الأسباب اللي بعدت بناتكم ممكن أنت عم تاخد قرار يمكن بالموافقة على الرجوع أو لا في البداية ممكن تكون مقرر الإبتعاد لكن ناوي على الرجوع للطرف الآخر ناوي على الرجوع وشايفة فيه سعادة عندك وكأنك رح تكون يعني رح تكون كتير سعيد على فكرة هذا الارتباط ممكن يؤدي إلى زواج لكن في الفترة الحالية ممكن يكون فيه رجوع ارتباط رح يكون شوي مأجل لبرج الميزان خلينا نشوف إذا فيه علاقة ثلاثية شوف هو كان عم يحكي مع أكتر من حدا في سبيل إنه يتسلى أو عشان ينساك مثلا لكن عم بيفكر فيك بين الفترة والثانية لكن عم بيفكر فيك بجدية لأنه أنت كأنك مفهمه أنه يا علاقة جدية وارتباط يا بلا وكأنك كنت عم تتعامل معه بهاي الطريقة آخر فترة فهو عم بيحسب كتير حسابات قبل ما يرجع وكأنه أنت كاشفه يعني كاشف كل لعيبه اللي لعبها قبل هيك وعم بيكون خايف منك لأنك أنت شفت حقيقته لكن عم بشوف فيه فيه رجوع فيه رجوع وفيه تغيير بهيئة الحبيب يمكن انتهى من الإدمان أو عم بيحاول إنه فهذا هو اللي مبين بالورقة كمان مرة هاي الورقة الثانية عم بيحلم في الاستقرار هو كان مبسوط في اللي هو انتقال من علاقة لعلاقة لكن عم بيكون بالفترة الجاي عم بيفكر بالاستقرار وعم ياخد قرار كتير قوي في هذا الموضوع إذن راجع لك على نية زواج ممكن يكون زي ما قلنا اللي هي أول شي رجوع بشهر تموز لكن الارتباط ممكن تكون في أشهر قادمة لكن فين هي للارتباط من الطرف الآخر خلينا نشوف إذا فيه نصيحة من الكون أو إلهام ممكن يلهمنا في الصعيد على صعيد أو أكثر من صعيد نشوف شو الورقة ممكن يطلع لنا لبرج الميزان برج الميزان بيقول لك أنت بيقول لك اطلع من الحالة اللي أنت فيها حاول الاستشفاء حاول الاستشفاء من الطاقات السلبية اللي أنت فيها من الجروحات الماضية عشان تحصل على السعادة هذا الشرط الشرط أنك تطلع من هاي الطاقة السلبية اللي هي الطاقة ممكن تكون انتقام طاقة وبيحكي لك أنك تكون متوازن بقراراتك بالفترة الجاي ممكن تكون متهور بشهر سبعة فبيقول لك لأ كون أكيد من القرارات أو من الأحسن ما تاخد قرارات في هاي الفترة إذن بيحكي لك اطلع من الطاقة اللي أنت فيها لأنه ما عم بيسبب لك إلا أنه يدخل أشخاص سلبيين ممكن تجذب أشخاص سلبيين إذا كنت كمان عم بيبشرك في فرحة في موضوع كنت عم تستنى فيه كتير فبيقول لك يعني ما تشغل بالك في صغائر الأمور يعني تطلع لبعيد شوي تطلع لبعيد يا برش الميزان وما تظل لك تفكر في التفاصيل التفاصيل الأمور بالإشمال كتير حلوة والنصيحة كانت حلوة بالورق فيعني شهر حلو لبرج الميزان نسبة 90% ممكن يوصل يعني من أحلى التوقعات اللي مرت فبتمنى لكم شهر كتير حلو حبايبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر